أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحييكم إخواني في كل مكان بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة إن الإسلام دين الصفاء والوفاء والمحبة والإخاء والبر والصلة والإحسان يقول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وإن من الإحسان الذي حث عليه دين الله عز وجل وجاء الترغيب فيه في شرعه ألا وهو صلة الأرحام فإن الله عز وجل قد عظم من شأن الرحم وأعلى من قدرها بل وقرن الوصية بها بتقواه جل في علاه يقول الحق سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أي فاتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها أيها الأحبة إن من تعظيم الإسلام لشأن الرحم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لك ثم قال صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن تعظيم الإسلام لشأن الرحم أيها الأحبة ما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله أيها الأحبة لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بصلة الأرحام من أول رسالته وبداية بعثته جاء في قصة إسلام عمر بن عبسة السلمي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما أنت قال أنا نبي قال وما نبي قال أرسلني الله عز وجل قال وبما أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أحبتي أن من فضائل صلة الأرحام أنها سبب لسعة الرزق وكثرته وراحة القلب وطمأنينته وزيادة العمر وبركته قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وعلم أحبتي أن صلة الأرحام قربة من القربات وطاعة من الطاعات إذ أنت وصلتها كلها من وصلك ومن قطعك قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لقرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون لي أحلم عليهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي كأنما تطعمهم الرماد الحار في أفواههم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك ختاما أحبتي أسأله جل وعلا أن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى إنه لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين شكرا